اهلا بكم اكد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في المؤتمر الصحفي ان اسباب ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في الايام الاخيرة يكمن في عدم التزام بعض الافراد بالتطبيق السليم للاجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر كما شدد على الزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الاماكن والاوقات وحول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في السوديو البرنامج الدكتور سلمان حمد الزياني استاذ الصحة العامة والسياسات الصحية المساعد بجامعة الخليج العربي ألم بكم من جديد مشاهدينا وباسمكم مرحب بضيفه الكريم الدكتور سلمان حمد الزياني أستاذ الصحة العامة والسياسات الصحية المساعد بجامعة الخريج العربي مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالنور والسول أخي بطلاء سلام عليك أعطيكم العافية جميعا في الكادر الصحي أصلا سلمك واجب طال عمري دكتور اليوم في المؤتمر الصحفي الفريق الوطني التصدي لفارس كورونا أكد بأن الحالات التي كنا لاحظنا كمجتمع أنها زادت في الفترة الأخيرة من البحرانيين من المخالطين كان سببها أن الناس ما التزمت بشكل كامل في فرمضان الحقيقة وأيضا في فترة العيد هل بدأ الناس بالتراخي يعني ما عارد يلتزمون نفس أول أيام اعتادوا شويفة بدل الحذر يقل نعم بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم قطاعنا 100 يوم أو من أول حالة اكتشفت في مملكة البحرين اليوم 101 يمكن خلال هذه المئة يوم وصلت عدد الحالات تقريبا إلى 12 ألف أكثر شيء من 12 ألف أكثر من 61% منهم تماثلوا للشفاء ولله الحمد الحمد لله العدد الموجود حاليا في المستشفيات تقريبا من 4,800 في البداية لازم يعني نوجه شكر إلى فريق البحرين للتصدي إلى فيروس كورونا والذي يعمل تحت وجهات جلالة الملك وسموه ريس وزراء وسموه العهد للوصول إلى هذه المرحلة وتصطيح المنحنة التي تكلمنا عنها في لقاء سابق ولله الحمد في البداية كنا نرى الحالات موجودة في البحرين من الحالات القادمة من الخارج من المناطق الموبوئة وهذه انتهت الرحلات مع بداية شهر مايو لقيمنا في ذاك الوقت أصلا تصاعد أصلا في حالات بين العمالة الوافدة اللي أصلا أن هي تتميز أن وجودها في أماكن مكتظة سكانية مما يسهل انتقال العدوى نعم الظاهر أن الناس حسوا أن الفيروس ذياي من الخارج موجود في العمالة الوافدة ولا يصل إلى المواطنين أو البحرينيين ونحن يجب التذكير أن هذا الفيروس لا يفرق بين جنسية وأخرى أو دين وآخر صحيح أو ديانة وأخرى الجميع سواسية في نظر الفيروس ويمكن يصيبهم أي شيء اللي لاحظناه فعلا واللي اليوم صرح بساعة الالكتور وليد المانع أنه فعلا الحالات التي كانت موجودة بين البحرينيين سببها الاختلاط في شهر رمضان وفي العيد هذا السبب اللي هو الاختلاط معناه أهم شيء اللي كنا نوجه الناس له هو التباعد الاجتماعي لم يطبق لما تختلط مع الآخرين سواء في الزيارات العائلية أو العزايم اللي تنتشر دائما في رمضان مثلا هذا سبب رئيسي وكنا نجفنا حالة العائلة اللي فيها 32 شخص صحيح أصيبوا من نتيجة وجبة افطار فتدابير التباعد اجتماعي جدا جدا مهم وظهر أن الناس شوي تراخت قليلا يعني في هذه الحذر لأن ممكن نقول أن الطابع يغلب التطبع ممكن أن الناس طبيعات هنا تلاقى في رمضان وكذا وكان صعب عليها هذا الشيء لكن اليوم نرجع ونقول أننا مدام قطعنا هذه الشوط الطويل والله الحمد بنجاح التزمين في بداية بداية الأزمة لو نذكر بداية الأزمة كانت الحالات بالعشرات فقط والشوارع كانت جدا خالية ولا أحد يزور أحد بلت شفنا حالات أصلا بين المواطنين وبين البحرينيين اليوم الوضع الحالات وصلت أول أمس إلى 600 حال في اليوم وأمس إلى 400 وشوي والناس للأسف تعودت على الأرقام اللي قال لا الحمد لله بس مكتاز 300 حال اليوم بس 400 حال لا هي مو بس اليوم بنتعود على 300 و 400 بكرة بنتعود على ألف حالة لا قد أرد إذا استمرنا على هذه الشيء إيه بس هذه يعني هذه علم يعني علم والبائيات يقول لنا هذه الشيء مدى نحن نسير في هذا الخط سنواصل في الارتفاع في جدول إحصائية تتحدث بهذا المنطق العلم طبعا إذا ما لتزام اليوم بكل التدابير الموجود والتي هي ثلاثة يعني وليس كثيرة ترى التدابير أول شيء المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام المعاقمات هذا يعتقد الجميع طبقا حاليا الشيء الثاني لبس الكمامة والليوم جاءت بعد شوي توصيات أزيد بهذا الخصوص من الفريق الطبي الوطني بأنه لبس الكمامة في جميع الأوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة وأثناء ممارسة شوي الرياضات تتطلب تنفس أعلى مثل السباحة والجري وركوب الدرادات عدا ذلك في كل مكان وكذلك عندما تلتقي بأحد في البيت من كبار السن حتى في بيتك في البيت نعم حتى في البيت نعم كبار السن يعني معرضين لإصابة بشكل المضاعفات المرض بشكل أكبر يمكن الشخص يكون صاحي جدا بس نحن تكلمنا قابلنا هذه المرض و الناس حن كله تعرف أن المرض ممكن يكون الإنسان مصاب و لا يشعر به أنا صديق طبيب ليس من البحرين لا أحد يقولنا من هو ليس من البحرين خارج البحرين طبيب شعر بصداع فقط لمدة يومين خلال هذه اليومين عاد خمسة أو ستة من أفراد أسرته يعني جدا جدا الفيروس لا أثن وتشافى من المرض بعد ذلك لا يوجد ظهور أي عراب ثانية فنحن لازم نكون حذرين جدا هاي الشيين قسل اليدين والكمامات و رقم ثلاثة التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي ليس فقط العمل من المنزل ليس فقط يعني والله يعني أنا ما تلاقى بس مع رابع التباعد الاجتماعي يطبق في كل مكان احنا قاعدين اثنين بينا مترين هذي تباعد الاجتماعي نطبق نفس الشيء في المنزل ما نقعد عن بعض نقعد بعيد عن بعض هاي الفترة إن شاء الله بتعدي و نقعد مع بعض بس بعيد عن بعض داخل في إطار الأسرة الصغيرة يعني من الخروج للضرورة وللضرورة فقط نؤكد الضرورة هي الذهاب إلى موعد في المستشفى أو مثلا الصيدلية أو أخذ بعض الاحتياجات المنزلية هذه هي الضرورة والضرورة ممكن نخليها مثلا مرة أو مرتين في الأسبوع بالكثير ونعملها كل يوم لأنه ضرورة يعني أسرع أن أوزع كل أشغالي على مدى الأسبوع عشان أنا أطلع كل يوم وهل نشوفها يعني لأن نشوف الأزدحام ولازم الإنسان يقص الحق من نفسه ويقول أنا اليوم طلعت أنا غلط لازم ما أطلع اليوم والله كان ما كان شيء ضروري أنا ألتزم في البيت والجلوس أنا وغيري إذا الكيل ألتزم بنعدي هذه المرحلة لكن إذا تركنا الحبل على الغارب بهذا الشكل وكل واحد يلقي المسؤولية على الآخر والله هذه الناس ما يطلعون ناس ما يلتزمون نحن الناس نحن المشكلة مع نحن لازم نلتزم جميل دكتور مثل ما تفضلت نحن عدينا المئة يوم الأول نعم في البداية كان في الصدمة المجتمعية الناس وباء جديد ما نعرف لين يوصل في خوف كانت هنا فيديوهات نشوفها من الخارج من الدول البدايات لصادها في الصين وبعدها يعني إيطاليا الناس كانت خايفة في البداية بعد فترة شو اللي صار هل تعودوا تمللوا الانسان بطبعة اجتماعية يعني يب يتزاور يرمضان قامت شفنا الفطور شفنا الغبقات نعم في ناس راحت وتزاورت نعم رغم كل التحذيرات كل الرشادات كل التنبيهات أتيك مكالمات ربعك ولهنا عليك يقول لك لا بنت يمأ ثلاثة أربعك لنا نعرف بعض ضامنين بعض من ضامن الثاني ما حد يدري شو اللي صار دكتور يعني هل الناس قاعدة تشوف مثلا أن نسبة الوفيات لله حمد قليلة أو نسبة لي يحتاجون عناية عفوا يعني العناية في يعني السريرية قليلة فتجر أو شو اللي صاد هو مثل ما ذكر في البداية أول شي الجهود اللي عملت المملكة البحرين كبيرة يعني أدت لها الحمد إلى سيطرة في البداية الآن نحن مسيطر نحن منحنة الأعدار كانت فعلا كانت قليلة في البداية كان عندنا الشافة عالية الوفيات جدا جدا قليلة وكانت أصلا بين كبار السن اليوم حالة الوفا رقم 20 في البحرين ومتوفي 37 سنة المرض لا يفرق بين كبير وصغير ولا المضاعفات تفرق بين شيء الشيء الثاني الأعتقد أن الناس لأن يشوفون الخارج يشوفون مثلا أوروبا ويشوفون أمريكا ويتأثرون باللي حاصل عندهم يشوفون الناس يشوفون كذا نبعب نطبق نفس الشيء يجب أن نتميز بالألاف جدا 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 عالي الأرقام اليوم نحن في العالم وصلنا 6 مليون و 300 ألف حالة مليونين حالة في أوروبا وما يقارب مليونين حالة في أمريكا وحالات كلها هنا وهم ليلحين برازيل بدأ ينتشر فيها في أمريكا جنوبية البرازيل تتجاوزها ونصف مليون نعم في الولايات المتحدة أكثر من منطقة تضررت نيويورك وإلى الآن لم يرجعوا إلى حياة طبيعية بالعكس ما قالوا في تاريخ 8 يونيو يرجعون واليوم يرجعوا ويقولون حالة المظاهرات الموجودة تزيد أصلا حالات متوقع جدا متوقع بالاختلاط هذه اللي حاصل فإحنا لازم ما نتأثر لا بالدول القريبة ولا الدول البعية إحنا لازم نركز لازم ذكر نفسنا إحنا نركز ونحن نتركز هذه وضعنا وهذه أرقامنا إحنا نركز عليها ونلتزم به مثل ما قلت لك الالتزام جدا جدا بخير لا تلتزم مسؤولية البحرين والحكومة الرشيدة ما قصروا بكل الإجراءات الاحترازية سواء عمل المستشفيات سواء العمل من المنزل الحزن الاقتصادية الموجودة تخفيف العباء على المواطنين كلها الآن دور المواطنين ويحن في البداية كانوا ملتزمين وإن شاء الله نتمنى البعض طبعا لا نقول لكل البعض لم يلتزم نبي حسب شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ككل وإنه يلتزم في الفترة هذه والقادمة بالجلوس في المنزل قسل اليدين ولبس الكمامات وبإذن الله بنعدي لأننا نحن نحن نشفنا أصلا في البداية لما نلتزم بهذه التدابير من البداية لا نشفنا حالات بين البحرين أبدا مجرد مخالطين للقادمين من السفر لا نشفنا حالات بين البحرين لأنه يمكن حالات جدا مثلما تفضلت قليلة جدا حتى لما بدأت الحالات تزيد بين العمالة الوافدة كانت ذا في بينهم بحريني مخالط لهم وعدات قليلة جدا أمس كان 179 حالة لمواطنين بحريني أنا شخصيا لا نصدم كنت متوقع أن نشوف هذه الأرقام وأتمنى أن المجتمع أصلا ما ينصدم لأن كلنا نشفنا الناس طالعين مثل ما قلت أنت تشوف في السوشال ميديا غبقات وطلعات في رمضان وعزائم فطور فشنو النتيجة التي نتوقعها وشنو النتيجة التي نتوقعها إذا استمرنا على هذا المنوال بعد أسبوع أو أسبوعين شنو الأرقام بتكون نحن لا نصدم لأن هذه الأرقام نتاج أفعالنا نعم نعم واليوم كان الحديث في المؤتمر الصحفي بأن أبطال المرحلة القادمة يجب أن يكون نحن نجتمع نعم يلتزم أكبر التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد والتي تفضلت فيه دكتور أنني قلت أن الناس قادر تطالع بره تشوف دول في الخارج تتأثر فيه ناس ثاني طالع الداخل بمعنى قل لك العمالة نشوفهم يروحون بعض الأماكن يتيمعون ما يلتزمون بالتباعد ففيه ناس تقول الله إذا هم تشيحنا بعد نطلع نحن اللوحيدين اللي حاكرين نفسنا نعم يعني العمالة هم جزء من هذا الوطن وخدموا وشتغلوا وظروفهم مختلفة يعني إمكانية تحقيق التباعد تختلف وأكثر صعوبة جدا عن إمكانياتنا اللي عايشين في بيوتنا سواء يعني عائلة صغيرة أو حتى عائلة أكبر بس عايشين في بيوتنا نعم قادرين نحقق هذه التباعد نعم نعم أولا لازم نذكر نفسنا نذكر مشاهرين أن هذه العمالة نحن جبناهم البحرين لخدمة الوطن وهم حق علينا نحن نرعاهم و ساهموا في نهضة نوبين على الدولة طبعا نرعاهم و كانت لفتة كريمة من جلالة الملك بإعلانه أن جميع خدمات العلاجية ستقدم لهم بالمتجان نعم الشيء الثاني رأينا كذلك حتى موضوع إفطار صائم في رمضان وزارة الداخلي قامت مشكورة بهذا العمل هذا إفطار الصائم هذه الناس خسروا وظائفهم ما عندهم مدخول يحتاجون غذاء و هاي أصلا يقلل كثير من الجرائم ممكن تحصل في المجتمع إذا هذين الناس ما يشتغلون و ما عندهم فلوس و ما عندهم أكل لها جوانب كثيرة نعم و كانت أصلا تعمل باحترازات واضحة و الفيديوهات شفناها كلها لتقوم عليها تشرف عليه وزارة الداخلية و إن خطأ حدثت أخطاء تم تصحيحها كل شيء الإنسان خطأ حتى إحنا في التعامل مع الفيروس قبل 13 لكن لا نريد أن نزايد على هذا الموضوع العمال الذي فيهم كافيهم لا شك و الوزارة الداخلية كذلك عملت مشكورة إلى تفريق بعض المجارس و نقلهم إلى هناك لكن لا ننسى أن العدد كبير جدا هو مئات الآلاف و نتوقع في يوم وليلة أننا نحن ممكن نحل مشكلتهم بس شوية شوية إن شاء الله تحسن الأمور بس لا نلقي اللوم عليهم ولا نلقي اللوم على نفسهم نحن نلتزم كل واحد يلتزم عن نفسه و عائلته لو كل واحد اليوم وقت التكافل و ليس تبادل التهاب نعم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لازم أن نغير ما في نفسنا نحن نلتزم بالإجراءات التي هي جدا جدا بسيطة أكرر يعني التي هي لبس الكمام و غسل اليدين و التباعد الاجتماعي نعم بالأمس نشرت دراسة في مجلد The Lancet وهي من أقوى المجلات العلمية المحكمة التي لم تكن أقوى على الإطلاق لفائدة التباعد الاجتماعي و لبس الكمام و واقع العينين التي نرى استخدمونا في الوساط الطبي و في بعض الأماكن مثل صنوات الحلاقة التي في تواصل مع الناس و أثبت فعلا فعالياتان عندهم الجماعة في الأخراج و يمكن أن يعرضونها و يتبين النسب و كيف مع أو بدون هذه الاحترازات و كيف أنها فعلا مفيدة و في تقليل بالشكل كبير بالشكل كبير نعم نعم فعلا دكتور العالم في تعامل مع فيروس كورونا و هو شيء جديد على العالم كله أخذ أكثر من منح في بعض الدول شددت كثير و لجأت إلى الحظر التجول الشامل و الكامل و في دول في البداية فتحت كثير لا هذه نفع ولا هذه أثبت أنه نافع و الله الحمد مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة برؤية جهة الملك و يعني العمل اللي يكون فيه بشكل مباشي سيدي سموه العهد اتخذت الإجراءات الوسطية الاستباقية و التعامل المرحلي مع هذه هذه الجائحة اللي يمر فيها نعم نحن نشوف ناس الطالب يقول لك ليش ما فيه إغلاق ليش ما كان فيه في العيد مثلا حظر تجول ليش فتحته صالونات ليش ليش على المقابل نلاقي ناس تقول ترى ملينه فتحوا نعم فتحوا كدول فتحت وين الصح الدكتور الدول اللي عملت الحظر الكلي نحن نروح أقل الدول حتى البعيدة الدول القريبة من الدول الدول الجوار عملوا الحظر كل فترات طويلة وما تغيرت الأرقام عندهم الأرقام استمرت مثل ما هي وبعضها ازدار والدول اللي افتحت بشكل تام بعد زالت عندهم الأرقام عندنا السويد اليوم ستجلوا أعلى نسبة وفيات ما معتمدين طريقة نحن الفتح التام اللي عملته البحرين هو ما يدعو إليه الناس الآن اللي عملوا الحظر كل يو نسمعنا الآن دعوات التعايش مع الفيروس تعايش مع الفيروس وبالفعل ما نقوم به الآن من البداية هم يحاولون الآن الوصول إلى هذه المرحلة نسمع عن 30% في العمل ولبس الكمام والتواصل وكذا هذا نقوم من مئة يوم صحيح مو شيء جديد علينا يعني فإحنا اللي قاصرنا الحين أنا أعتقد يعني وليأكده وشدده علي اليوم في المؤتمر الصحفي الالتزام بمسئولية وهذه الشعار سمعناه في البحرين الالتزام مسئولية سمعناه مملكة العربية السعودية كلنا مسئول المسئولية مجتمعية الآن يعني نتساعد مع الحكومة اللي ما قصرات وعملت هذه كلها المجهود الجبار الذي عمل وعلى مدار الساعة وكلنا نشوف يعني فالآن دورنا نحن أن نتساعد معهم ونتعاون بالخروج من هذه المرحلة الحياة يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد يجب أن تستمر فعلا وبالتالي هذا ما يتجه للعالم تأثيره الوحيد ضرر نفسي شديد على الناس يزيد العنف الأسري والعنف المحلي domestic violence تزداد حالات الطلاق بين الناس والذي رأينا في الصين وفي بعض الدول ورأينا في الجرائم موجودة في كل مكان زادت هذا على الشخص أما على المجتمع فهناك طبعا أضرار جدا جدا قاسية على الاقتصاد صحيح احنا اقتصاد وحامد لم يتوقف ولا يوم واحد استمر المطار لم يتوقف ولا يوم واحد الطائرات لم يتوقف ولا يوم واحد هذا شيء عظيم ودول العالم قليلة جدا اللي سويت هذه الشيء أنا شخصيا لا أعرف الدول التي استمرت بشكل طبيعي لدينا في المنطقة لا يوجد البحرين فقط وهذا شيء عظيم ويجب أن نفخر به وبالتالي نحن في مرحلة المسؤولية الفردية نعم مسؤولية المواطن كل مواطن فينا كل شخص فينا اليوم مسؤوليته تتضاعف عن المرحلة حتى السابن نعم لازم الشخص والمجتمع يعرف أن هذا الفيروس لا ينتهي في يوم الإيلة هذا يستمر معنا لفترة نعم لأننا لا لدينا لقاح التطعيم لا يوجد للفيروس التجارب موجودة الآن تظهر بعد سنة اللقاح ويمكن أقل أو أكثر هناك حديث متفائل عن نهاية السنة ونسبتمبر نعم لكن لا يوجد شيء فعلي أو ملموس وعندما يصير عمليات الانتاج وعندما يصل لنا هل تأخذ فالانتاج لن يجب أن يكون لدينا سنة تقوير وليس لدينا علاج له فأنا من اليوم لذلك تظهر هذه العلاجات والتطعيم كيف سنعيش نعيش بهذه الطريقة هذه الأسلوب متبع عالميا الآن لكن نلتزم به من الآن لأن الأرقام لا تزيد لازم نقلل الأرقام نتحدث في اللقاء السابق عن تسطيح المنحنة لنبدأ نوصل إلى كسر المنحنة نكسر المنحنة اللي هو لازم بالالتزام نزل الحالات فيه ناس قالوا نبيه صفر نبيه صفر لازم فيه التزام مثل مقال المؤتمر الصحبي التزام مئة بالمئة لازم نلتزم ما بتقلب روحها لا الله الفيروس ما بينتقل مني لك إلا إذا كنت هني جريب منك إذا كنا بعيد عن بعض ما بينتقلب إذا ما كنت مأخذ الأمور الاحترازية نعم لازم نحن نتكلمه وقابل في المؤتمر الصحبي كذلك عن معدل انتشارة أو الارنات اللي هو إذا أزيد من واحد معناتي ينتشر وصلنا إلى مرحلة كان أقل من واحد في البحرين الفتح والآن أكيد أزيد لأنني لا أعرف كان بالضبط اليوم بس هو أكيد أزيد تقصد العدوى العدوى كان تقريبا يمكن يوصل ثنين ثلاث فاصل خمسة يمكن ما أعرف كان بالضبط فالشخص يعدي ثنين هو الفيروس حسب آخر الدراسات يمكن يعدي خمسة فاصلة سبعة الشخص الواحد بالتباعد الاجتماعي ينقلل هذه الشي في البحرين وصلنا إلى أقل من واحد شنو يعني أقل من واحد يعني الفيروس قاعد داخل الإنسان وما يطلع خارج لا يعد أحد ممكن لواحد انصاب بعد شخص لا يعد شخص لما نوصل إلى هذه المرحلة عندها نوصل إلى صفر إن شاء الله لأن الفيروس لا يريد حق أحد إن شاء الله هذه الأرقام التي نتابحها وفيناس تخاف منها تقول لك والله الأيام الأخيرة شفنا المواطنين زادوا عن العمالة المخالطين زادوا عن العمالة هذه الأرقام نتيجة سلوكياتنا طبعا طبعا بنلتزم بتقل بنستهتر راح تزيد شفنا دول عملة حضر وبعد الحضر رجعوا ناس على السلوك السابق للحضر وبدأت مرة ثاني ما سوين نشي لازم نغير سلوكنا لازم قبل يومين كان فيه أربع وفيات في يوم واحد والناس قامت تتكلم ليش هالوفيات زادت في يوم واحد فيه يبدو أنه تحليل أو ذكر للسبب من وزارة الصحة بأن في ناس تأخرت أنها تذهب للفحص أو أن يعني عندها الأعراض بس ما راحت فحص شنو ما أهمية أن الواحد يعني بمجرد أن يشعر بأي أعراض وهي الأعراض باتت معروفة لدى الجميع أن يبادر سمعنا الدكتور وهالكرام وصل لنا يعني في ناس عندهم العراض يخاف يروح يقول لك لا ونصلحوا لي يقول لك رب تتباه دال إذا طلعنا أنت مصاب أو حالتك إيجابية أنت وأهلك وبيأخذونكم يعني الوعي الحقيقي يقول لك أنت بمجرد تحس بأي أعراض ذهب بشكل سريع أو تصل الأربعة أربعة نعم نحن لا نتفت الإشعاعات طبعا أو رأي الناس نتفت برأي الجهات المختصة وهنا عندنا وزارة الصحة والفريق الوطني الأرقام الوفيات زالت لأن الحالات أصلا زالت هذا رقم واحد نعم نحن وصلنا إلى حالات بالآلاف نتوقع أن يكون عندنا حالات وفيات هذا شيء لأنه في نسبة من الوفيات اينا شيء ثاني فعلا لما تظهر الأعراض على طول نراجع المزلش والأعراض نحن باتت معروفة للجميع حرارة شديدة تكسر في العافية الواحد لا يمكن أن يقوم من فراش الصبح ممكن تكون صداع ممكن فقد لحسات الشام والذوق ممكن يكون معاها إسهال ممكن فيهم حتى يكون بعض الطفح الجلدي في أشياء كثيرة ممكن تسببها فوقت ما يكون الإنسان يشعر بهذه الأعراض على طول يبادر بالفحص أنت تصل على أربعة 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 وإن شاء الله يتجاوبون يتجاوبون معاك ويعطونك الإرشادات اللازمة موضوع أنه يأذونك ويغربلون أهلك وكذا هذا مهم هو مغربال هذا هو هذا بروسيجر هذا بروتكول علاجي وهذا بروتكول لكيشف عن الحالات ما دام أنت وصبت بالمرض في احتمال كبير نقلت إلى المخالطين سواء في المنزل أو في العمل لذلك هذا شيء طبيعي وهذه حماية له أنك تكتشف الحالة وتعالجها من البدايتها طبعا أكثر مهم جدا أكثر خطورة فعلا دكتور ماذا عن الأرقام العالمية هناك من يتحدث بأن الفيروس في العالم قاعد يضعف شفنا بعض التقارير حتى أن في أوروبا معادة أوروبا الشرقية أن الوضع بدأ بالانحسار هل هذا واقع أم أنه موجود أول شيء الفيروس لم يضعف ولم يفقد قوته هذا نمبر قبل يومين نظمة صحة العالمية أعلنت هذا الشيء بناء على دراسات متعددة أن الفيروس لم يفقد قوته من البداية الفيروس أصلا كان في منه عدة سلالات واحدة منهم أشرس من الثانية فعلا ولكن نفس التأثير تزال الثاني شرس ولكن واحدة أشرس منها فمن البداية هناك فرق بينهم لكن رأيناها في كل العالم سلالات موجودة ورأينا حالة الوفيات مثل ما ذكرت البداية الأرقام في العالم وصلت 6 مليون و 300 ألف إلى آخر حصائية شفت قبل قليل طبعا الأرقام تتغير باستمرار الوفيات وصلت 380 ألف في العالم في أوروبا وصلوا إلى قمة المنحنة لا تسطحوا المنحنة أصلاً أوروبا وصلوا إلى قمة المنحنة وبدوا بالانحسار فعلاً لأن هذا الوضع الطبيعي للفيروس إذا تركت بدون ما تترك لأي مجرم لكن كل فعالية تكون لما تتركها طبعاً كل فعالية بيحق هذه النقطة نعم فالفعلاً يعني اللي ناس تتكلم عنه اللي هي مناعة القطيع بتتكلم عنها بعد بعد شوية ففعلاً في أوروبا بدأ بالانحسار لا أرقام تقول هذه الشيء وكلنا نشوفنا الرسومات البيانية لكنها في العالم لا تزال تطلع بؤر جديدة في أمريكا لا يزال في ازدياد فعندنا في أمريكا الجنوبية الآن هي بؤر الجديدة اللي موجودة في أفريقيا بدأت تزداد فيها وإحنا عندنا في الوطن العربي في الخليد لا تزال الحالات في ازدياد إحنا ما نشوف حالات صحيح نمسطحين منحنة بس ما ما هي تزداد تدريجياً إحنا ما نتطمن لذا بدين نشوف الحالات تأنزل تدريجياً فالآن هي الحالات موضوع مناعة القطيع بس توضيح مرة ثانية شنو هو مناعة القطيع بعض الفيروسات وبعض التطعيمات إذا نبي مثلا دعنا نقول تطعيم الإنفلوانزا الموسمية إحنا إذا نبي نعطي المجتمع مناعة ضد هذا الفيروس الفيروس الإنفلوانزا تكلم الذي يختلف أصلا عن كورونا فيروس الإنفلوانزا لا يحتاجي نطعم مئة بالمئة المجتمع نطعم تقريبا 80% من المجتمع إذا طعم غالبا لا يصاب نعم الدعوات التي حصلت لمناعة القطيع أو الهيرد إميونيتي للفيروس كورونا أولا الفيروس لا نعرفه نعم الفيروس لا نعرف طبيعة الفيروس بشكل طبيعي ماهو معنات هل فعلا ستحصل أصلا الهيرد إميونيتي ولا لا بني إذا لازم نوصل مناعة القطيع لازم يتعرض 60 إلى 70% من الناس للفيروس يتعرضون له بشيء يعني يصابون بالمرض نحن اليوم على الأرقام التي عندنا في البحرين لم نبلغ حتى واحد بالمئة من سكان البحرين لم نبلغ ذي الرقم فيها أنا حطت لديكم مقارنة بين دول العالم أين وصلت نعم نعم في المناعة التي اكتسبوها في نيويورك التي هي أعلى أعلى دولة مدينة وهي أعلى من كل الدول أصيبت بالفيروس 19% فقط في مقارنة كذلك مع مدريد مع ووهان ومع كثير من المدن ولندن فهذه كل الخسائر التي شفناها وخسائر في أرواح لم يبلغوا حتى 20% فكم من الخسائر أنتظرها عشان اختصرها الرقم ذي ينطق في في اثنين ثلاث مرات نعم بكل خسائر البشرية والمعانا والمادية وهذه كلنا نحن شفناها في ثلاث تشير فهي كم يعني لا منطقي ولا إنساني لا طبعا لا طبعا فهي يعني الدول التي أعلنت عنها في السابق مثل بريطانيا تراجعت عنها تراجعت مبكرة أن تراجعت عنها نعم السويدة هي طبقتها على فكرة لكن السويدة اليوم شفنا عندهم أعلى نسبة وفاة بتطبيقهم هذي الشيء فهو ليس شيء ليس بالأمن مستغرب ولكن لا يعتقد الناس أننا بخروجنا من المنزل شوي شوي وروحنا للعمل نحن قاعدين نطبق سياسة القطيع بس غير معلن عنها لا لا هي أصلا ما موجود هناك ناس قاعدين تفكر بذيط طريقة نفتحها والصالونات نرجع للعمل تتكلم عنها المساجد لربما تعود بلسات الجماعة إن شاء الله في مرحلة قادمة هناك ناس ظنت وكأن قرار غير معلن لتطبيق سياسة القطيع مثل ما قلت لك إذا تبيت تكون سياسة القطيع لأصلا لا لدينا احترازات ولا لدينا شيء خلي الناس كلها تطلع برع والتعادة وتمرض وكذا ويمرض اللي يمرض واللي يصحى اللي يصحى ويموت اللي يموت فعلا فعلا هذا هو الواقع فمو بهاي الطريقة اللي بطبق منعة القطيع يطبقها عدل ما نلبس مسكات ونطلع ولا في تباعد اجتماعي ولا شيء والكل يمرض فنحن مو موجود هذا الشيء فهي فعلا شيء جدا مهم موضوع المساجد موضوع كذا نحن نفرق بين الاختلاط العالي بين أشخاص من واحد إلى خمسة أشخاص اللي نحن دائما نسعى إليه عن التباعد الاجتماعي وبين شيء ثاني يسمى mass gathering أو تجمعات الكبيرة اللي هي ممكن تكون في المساجد ممكن تكون في ملاعب الكرة ممكن تكون في صلاة المناسبات ممكن تكون في السينما هذي لما كون في تجمع كبير تكلم عن عشرات ومئات الأشخاص في مكان واحد هننا نشوف أن الفيروس أكيد بيزيل نحن ما نبي نتكون هذي جمعات موجود هاي الغرض لا نزال نرى نفي البحرين هذه الأماكن لا تزال مغلقة طبعا لأغراض الوقاية منها حتى لو حصل التباعد على فكرة مشرطة نحن عملنا التباعد بين الناس بس نحطينا الفين شخص في مكان واحد وبينهم تباعد خلاص نحن حققنا هذه الشيئة نحن نسع الموضوع عدد الناس تختلط مع بعض لذلك القرار واضح البحرين لا يتجاوز التجمع خمس أشخاص بدراسة عملناها لقلنا أن أزل خمس أشخاص تزيد الأعداد وزيد المنحنة الوبائي بشكل عجيب لكن خمس أشخاص في أقل يكون المنحنة مسطح وأفقي نعم نحن نحن نشتياق لفتح بيوت الله وأن جعمر بإذن الله وسيحدث إن شاء الله نحن نقرر لها حتى بعد غادي نحن عادة ترجع أسرع نلتزم أكثر نلتزم أكثر شوية وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة ونشكر طراحة حكومة البحرين على الشفافية في الموضوع نذكر الأرقام تغيرها تقارن بين أرقام البحرين بين أرقامها في موقع منظمة صح العالمية في أي مكان الأرقام متشابهة لا تقول يعني ففيه شفافية كبيرة وحتى القرارات التي تصدر تذكر تفاصيلها يعني من اجتمع مع من وكيف يوصل إلى هذا القرار فالناس لازم تساعد مع الإجراءات هذه مع القرارات وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة بإذن الله بإذن الله إذن يعني لو بغينا نختم كلامنا دكتور نقول ما المطلوب الآن من كل فرد فينا في المرحلة القادمة أهم المطلوب كتأكيد مئة يوم عدت ولله الحمد بسلام نبه الفترة اللي يتعد كذلك بسلام نلتزم جميعنا بمسؤولية بالتزامنا بثلاث خطوات قسل اليدين باستمرار بالماء والصابون بدأت عشرين ثانية أو تعقيم المعاقمات لبس الكمامة على طول باستمرار والمحافظة على التباعد الاجتماعي في المنزل وخارج المنزل والابتعاد عن الزيارات العائلية والزيارات المنزلية والزيارات الأقارب الابتعاد عنها بالمرة نحافظ على اجتماعنا في الأسرة الصغيرة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وإن شاء الله نحافظ الله بإذن الله إذا اتبعنا كل هذه الإجراءات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ومهما يكون لا نتساهل إذا شفنا الرقام تقل مو معناتنا نقلل إحنا الاحترازات كلنا نشعر بالملأ للإنسان بطبعة اجتماعي لكن هذا واقع نصبر ونلتزم عشان نعود في أسرع وقت ممكن إن شاء الله نرجع بإذن الله بإذن الله كل الشكر وتغذير لك دكتور العافو واجب طالعام شرفنا حضورك شكرا شرف لي عصا مشكور أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة نذكركم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الله يحفظ الجميع إن شاء الله وبإذن الله الحياة تعود إلى مجراءها إن شاء الله يعطيك العرب خليك مرتاح شكرا